بعيدا عن القاعات المغلقة اختار اتحاد الأدباء والكتاف في الديوانية إقامة أصبوحة ثقافية في قصر الملغازي في محاولة للفت الانتباه إلى آثار العراق ومواقعه التراثية والتاريخية التي تشكل هوية بلاد الرافدين وعمقها الحضاري فأنا مجنون قد أبدو أمام حنيني طبيبي يتحدث عن شيزوفرينيا وأنا أتحدث عن قصة حب صوفية يسعى الأدباء والكتاب والمثقفون من خلال هذه النشاطات الميدانية إلى دعوة الحكومة للاهتمام بالمواقع الأثرية في الديوانية وعموم المحافظات العراقية لا سيما وأن العراق يضم مجموعة كبيرة من المدن الأثرية السومرية والبابلية والآشورية المهملة يخرج اتحاد الأدباء والكتاب في الديوانية من نطاق جدران القاعات إلى الفضاء وبالتحديد إلى المواقع الآثارية والبيوت التراثية لكي يلفت نظر المجتمع الدولي والحكومة العراقية لأهمية المواقع الآثارية يضم العراق مواقع أثرية مهمة في تأريخ الحضارة الإنسانية لكنها مهملة ومنها أمهات المدن مثل نيبور العاصمة الدينية لبلاد سومر وآور وبابل واشراباك ومرد وإيسن وحضارة آشور والحضر التي أصابها الضرر الكبير إبان سيطرة تنظيم داعش على الموصل متخصصون في قطاع الآثار يؤكدون أن المواقع الأثرية في العراق لا تلقى الاهتمام الكافي ما قد يعرض كثيرا منها لأضرار خطيرة نرى الصيانة والترميم التي قامت به هيئة العامة الآثار والتراث لا يرتقي لمستوى الضرر الذي حصل على هذه المدن ومثال على ذلك المدن الأخرى التي منتشرة بعموم العراق مدينة الكوفة الأثرية القديمة مدينة نفر آثار بابل عمليات النبش والسرقة تعد من أكبر التحديات التي تواجه المواقع الأثرية في حين تمكن العراق من استعادة الكثير من آثاره المسروقة بعد تعاون بعض الدول خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي نجحت في ملاحقة قسم من الآثار العراقية المسروقة وأعادت للعراق قطعا أثرية هامة منها لوح حلم قلقامش الشهير يحاول الكتاب والشعراء والمثقفون التذكير بأهمية المواقع الأثرية والتاريخية من خلال نشاطات ثقافية تدعو الحكومة والمجتمع الدولي للاهتمام بالأرث العراقي وإعادة الحياة إلى هذه الأماكن لتكون معالم سياحية وثقافية ميثم الشباني الحرة الديوانية